بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وآله وصحبه ومن ولاه نتحدث اليوم عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى فيها ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور هذه الآية الكريمة تمثل مبدأا من مبادئ الشريعة الإسلامية وهو حب الله لعباده ومظاهر حب الله سبحانه وتعالى لعباده كثيرة متفاوتة لا تكاد تحصى لكن الآية تركز عن مظهر من مظاهر حب الله لعباده وهو مضاعفة ثواب الأعمال الصالحات والله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ويقول سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء ويعبر عن هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة فإن عملها كتبها الله له عشر ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة فإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة وفي الحديث الآخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قدسي يخبر فيه عن رب العزة سبحانه يقول عبدي إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي هذا الحديث يبين عظم فضل الله سبحانه وتعالى ويبين مدى حب الله لعباده وأنه سبحانه وتعالى يحب من عباده الإقبال عليه ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول رب العزة من أتاني يمشي أتيته هرولة ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه زراعا ومن تقرب مني زراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة هذا كله ليبين لنا إلى أي مدى يحب الله سبحانه وتعالى عباده فيضاعف لهم ثواب الأعمال الصالحات ويعطيهم جزاء على عدم فعل السيئات فهو سبحانه يحب من عباده الإقبال عليه وهو سبحانه يحب من عباده محبته ولذلك يعبر عن هذا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول في الحديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه حتى إذا أيقن الموت وجد دابته وعليها متاعه فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هكذا يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدى حب الله لعباده ومدى مضاعفة ثواب العباد عند الله عند الإقبال عليه ولذلك وجب على كل عبد أن يحب ربه أحب الله لما يغزوكم به من النعم فالله سبحانه وتعالى صاحب الفضل الأعم على عباده فهو الذي خلقهم من العدم وأمدهم من العدن ولا زال يعطيهم ويغضق لهم العطاء بل ويقبل عليهم ويتقبل من محسنهم ويعفو عن نسيئهم كل ذلك حبا لصنعته ولخلقه فما أجدر العباد أن يقبلون على الله هيا بنا نفهم هذه المعاني ونتوب من ذنوبنا ونقبل على ربنا ونستغفر مما مضى ونتزود بالأعمال الصالحات لما يأتي وفيما يأتي فنكون بذلك قد قدمنا ما وجب علينا من حب الله ونكون بذلك قد نجونا بين يدي الله في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقربنا إلى محبته ورضوانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته